تبني سياسة النقدية بالغة المنور المرونة بهدف رفع معدل التضخم إلى 2% خلال عامين بعد نحو 15 عاما من الكساب الاقتصادي يذكر أن مؤشر أسعار المستهلك الذي يقيص تضخم الأسعار ارتفع خلال ستنبر الماضي بنسبة 17% مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي وهي الزيادة الشهرية الرابعة على التوالي إلى هنا مشاهدين انتعت وقفتنا الاقتصادية لكن البانوراما ما زالت مستمرة مع دين إبراهيم وأمر رشتين شكرا مسحاب أعرقت مصادر طبية فلسطينية اليوم استشهاد شاب فلسطيني برصاص الجيش الإسرائيلي في بلدة قباطية جانبية مدينة الجينين في الضفة الهربية وأضافت المصادر أن الشاب أحمد يوسف أرباله من العمر 21 عاما أصيب برصاص حي في الصدر وتوفي قبل أن يصل إلى المستشفى قال شهود عيام من البلدة أن مواجهات وقعت بين عدد منها الشبان وجنود الجيش الإسرائيلي فجر اليوم أثناء حملة لدهم للبلدة اقتحم مستوطنون إسرائيليين اليوم قبر النبي يوسف بالقرب من مخيم بلاطة بلابلس شمال الدفة الغربية لأداء السلوات والتقوص الدينية واصل انتشار الأمين الإسرائيلي المكثى في محيط القبر أشق عشرة الشبان الفلسطينيين بلود الاحتلال بالحجارة وزراجات الفارغة فيما رد بلود الاحتلال بإطلاق قنابل الغاز المسائل الدماء والقنابل الصوتية باتجاه الشبان دون وقوع آية إصابات وفي السياق الأخر رشنت القوات الإسرائيلية اليوم حملة اعتقالات في بلدة العيسى ويا شرقي القدس طالت سبعة فلسطينيين أعلنت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية جان باساكي أن النشاط الاستيطاني المستمر وبناء وحدات جديدة في القدس الشرقية لم يفاعد على خلق بيئة إيجابية لاستمرار مفاوضات السلام على الجانب الفلسطيني وأكدت باساكي التزام الولايات المتحدة للدبلة للزمني لمفاوضات الذي يستغرق تسعة أشهر مشددة على أهمية استمرار المفاوضات لتسوية تلك القضية المعلقة أكد رئيس الحكومة التونسية علي العرائد وجود مساعد حاليا للوصول بالحوار الوطني الضائر حاليا بين مختلف الفرقاء السياسيين التونسيين إلى بر الأمان وإيجاد مخرج ينقذ البلاد من الأزمة السياسية الرهنة كان الاتحاد العام تونسي روشول قد اتشف عن توافق بين الأطراف السياسية المشاركة في الحوار الوطني بشأن تسمية رئيس الحكومة الانتقالية وتوقعا إعلان اسم المرشح السبت المقبل وفقا ما حددت خريطة التاريخ من معايد وتضمن خريطة طريق انجاز المسار الديمقراطي وتسليم المهام الحكومة إلى رئيس وزراء جديد بعد ثلاثة أسابيع من بدء الحوار الوطني أعلم رئيس الحكومة الليبية المؤقتة علي زيدان عن البدء في تنفيذ الطريق الساحلية الذي يربط من مدن الليبية بالحدود المصرية جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده بالعاصمة رابولس كشف خلاله عن البدء في مراقبة الحدود الليبية الكترونيا من منطقة العوائنات وحتى الحدود الليبية الجزائرية التونسية بالتعاون مع الحكومة الإيطالية لتخفيف الانتهاكات التي تتعرض لها الحدود من قبل المهاجرين غير الشرعيين وفي باكستان سقط ثلاثة قتل على الأقليب بقصف طائرة الأمريكية بدون طيار في وزيرستان الشمالية معقل حركة طالبان تعد هذه أول عظارة تشنوها طائرة الأمريكية بدون طيار على الأراضي الباكستانية منذ أن ظهر رئيس الوزراء مواز شريف واشنطن الأسبوع الماضي والتي طالب خلالها من رئيس باراك أوباما طلب وضع حد لهذه الهجمات يجتمع رئيس الوزراء العراقين ولمالك اليوم بوزير الدفاع الأمريكي تشاك هيجل وكان المالكي قد التقى بنائب الرئيس الأمريكي جو بايرون في واشنطن في مسعى للحصول على مساعدات عاجلة وأسلحة من مواجهة تساعد أعمال العنف الطائفي التي امتدت عبر الحدود من سوريا وقال بعيداً من الصحفيين بعد استقبال المالكي إن الولايات المتحدة منتزمة بتعزيز الأمن بسرعة رفضت الولايات المتحدة بشكل حاسم لألتهمات الأخيرة حال تجسس أجزة الاستخبارات على اتصالات في أوروبا وأكدت أنها حصلت على هذه المعلومات من وكلة الاستخبارات الأوروبية كذلك على لسن المدير وكالة الأمن القومي الأمريكية الجنرال جيمس كلابير أمام لجنة الاستخبارات في الكونغرس وأكد كلابير أن تحليل أخبار ونوية وتحركات قادة الدول الأجنبية لعدم صميم عمل الاستخبارات حيث لا يتعلق بهم كأشخاص وأكد أن العديد من الدول الحليفة سابقة وتدسست على الولايات المتحدة أكدت منظمة الأمم المتحدة أن ناشنطن تعهدت بعدم التجسس على أنشطة المنظمة الأممية ودأ ذلك على لسان المتحدث باسم الأمم المتحدة موتن نيرسكي الذي أكد أن حرمة البعثات الدبلوماسية بما في ذلك الأمم المتحدة منصوص عليها في القانون الدولي وأن على جميع الدول الأعضاء بالمنظمة أن تتصرفوا على هذا الأساس كان مسؤولنا في الاتحاد الأوروبي قد عبروا عن اشتيائهم وقلقهم من برامج التدسس الأمريكية مشددين على أن الحلفاء والأصدقاء لا يتنصتون على بعضهم البعض نفع مدير وكالة الأمم القومي الأمريكي الجنرال كيف أليكساندر نفع أن الاتهامات الموجهة للوكالة باختراق قواعد البيانات لشركة ياهو وجوجل العالميتين أضف أليكساندر أن تلك المزاعم غير صحيحة وعشر إلى أن اقتحام قواعد بيانات هذه المؤسسات عمل غير قانوني كانت صحيفة الواشنطن فوست قد ذكرت أن وكالة الأمن القومي توصلت إلى روابط لتسالي الرئيسية التي تصل بين مراكز معلومات الشركتين العالمياتين في أنحاء العالم لما يتيحنا التدسس عن الحسابة الشخصية من ملايين المشتركين أرجعت الصحيفة تلك التقارير إلى وثائق حصلت عينا من المتعاقد السابق مع وكالة الأمن القومي الأمريكي أدوارد سنودن قال وزير خرجي رسي سردي لفروف أن حكومته لم تفاجأ بكشف نقاض عن المزاعم التي تقول بتجسس الولايات المتحدة على قابة دول حنيفة وخلال لقائه مع رئيس الوزراء اليومانية أعرب لفروف عن اقتنائه لأن الجميع يعرفون كل شيء أو على الأقل يشكون في شيء أنا متأكد من أن الجميع يعرفون كل شيء أو على الأقل يشكون في شيء وهناك الكثير من الضديد الآن لأن الأمور التي لم يكن من المفترض أن تنقش علنا وفجأة أصبحت علانية أجلت السلطات المكسيكية قرابة ثمانية آلاف شخص دراء تسرب في خط نقل في خط الجازولين القريب من مدينة جواد الجارة ثاني أكبر مدينة في البلاد وصرح الوزير الداخلية الإقليمي أن عناصر الدفاع المدني تسيطر على الوضع وأنه يجري تحقيقا للتوصل إلى أسباب التسرب من جانبها أعلنت شركة الطاقة المسؤولة عن الخط أن التسرب وقع نتيجة لقيام بعض اللصوص بثقب أحد الأنابيب في محاولة المسرقة بعد الوقود وأنها أغلقت تدفق الجاز فور وقوع هذا الحادث اكتشف علماء من المرة الأولى كوكبا خارج المجموعة الشمسية شبيه بالأرض ليس فقط في الحجم بل أيضا في نسب الحديد والسخور يدور الكوكب الذي يعرف باسم كيبلار ثمانية وسبعين بيحة علماء أصغر قليلا من الشمس ويزيد بنسبة عشرين بالمئة فقط عن كتر الأرض يعتبر كيبلار ثمانية وسبعين بيحة علماء الماضي بواسطة التاليسكوب الفضائي كيبلار واتبع لإدارة تيران والفضائي الأمريكية يعتبر ضمن أحد عشر كوكبا صغيرة التي اكتشفت حديثا تدور على مسافة قريبة جدا من النجم الرئيسي للمجموعة الشمسية ما في نشاطنا أيضا ولكن بعد قليل أروض الأوبرا في اليونان تخطط حاجز المسارح المغلقة وقارغت الجمهور في الشواطئ وأيضا في المواصلات العامة في اليونان ازدهرت بصورة كبيرة عروض الفم الأوبرا المنيزة واستطاعت أن تجذب جمهور واسع النطاق من المواطنين والسياح الأجانب على السواء يمكن الجمهور مشاهدة أروض الأوبرا ليس فقط داخل المسارح المغلقة ومن معيضا في متر الأنفاق وعلى الشواطئ مدامة وجدت رؤية وحس الإبتكار والتمييل اللازم فأنت قد اقتربت من تحقيق هدفك أو حلمك هكذا سوف تشعر من الوهلة الأولى لحضورك أحد العروض الفمية للأوبرا في اليونان الجديد في الأمر هو ما يسمى بالعروض العامة حين فكر أحدهم بتوصيل تلك العروض إلى المواطنين أينما كانوا فليس غريبا أن تكون في طريق فائل العمل مستقلا متر الأنفاق وتشهد عرضا للأوبرا نأمل بأن يساهم هذا المشروع الثقافي في رفع مع نوعات سكان أسينا والولاي كما نطمح بأن يصبح وجبة للصياح الأبرا الزوار هنا أدمعوا على أن حضورهم تلك العروض الفمية يفصلهم عن الواقع وهمونه والأزمة الاقتصادية التي تعيشها بلادهم وتضعهم في حالة مستمرة من السعادة طوال فترة العرض المسرحي ومن المقرب أن تتبنى الحكومة خطة إنشاء مصرح جديد لتقديم تلك العروض الأبرانية يفوق في ساعته ضعف المسرح الحالي ما قد يفهم بشكل ما في توفير فرص عمل عديدة للشباب وتعزيز الاقتصاد المحلي ليعد هذا المشروع واحد من أكبر المشاريع الثقافية في اليونان أما النجاح الكبير الذي حققته تلك العروض لم يكن محدى صدفة فعروض أبرا اليونان التي بدأت قبل ثلاثة أعوام تكبدت ديونان هائلة أول مشوارها فقط السبعة عشر مليون يورو دائما ما تستهر الكثير من المدن العرضية بمنتجات من الطعام ومن المأكلات وأيضا من المكبوزات كعك القدس أو كعك السمسم هو أحد تلك المنتجات التي تشتري بها البلدة القديمة بالقدس التي قام لها المهرجات منذ عام 2011 كعك القدس من أفضل وأقدم المنتجات التي تشتري بها البلدة القديمة في القدس وهو عبارة عن كعك بالسمسم البلدة القديمة بالقدس إشادت مؤخرا مهرجانا احتفى بكعك السمسم التقليدي الذي ينادي عليه البعاء كل صباح في الشيارة والأزقة الخبزون في القدس الشرقية يقولون أن الكعك السمسم الذي ينتبونه هو الأفضل على الإطلاق عائلة الرازم هي أحد أقدم العائلات في البلدة القديمة التي تشتري بطريقتها الخاصة في أعداد الكعك بسمسم جيلا بعد جيل أبو عود الرازم ويصنع كعك القدس أو كعك السمسم كما يسميه الناس من الطحين والحليم والخميرة ويغطى بالسمسم ثم يخبز في أفران متوسطة الحرارة بالسمسم أحيانا مع خلطة الزعتر أو مع القبن أو الفلافل أو البيض المدهوء في الفرن ويقول سكان البلدة القديمة أن كعك القدس من أفضل أنواع الكعك على الإطلاق عبد الرازق أحد سكان البلدة القديمة استمر مهرجان قاك القدس أياما واحدا ونظراته مجموعة عيش القدس المؤلفة من ماشتين من أبناء الجيل الفلسطيني الجديد والذين يعملون من أجل الحفاظ على التراث والتقاليد الفلسطينية في المدينة ويقول أعضاء المجموعة أن الكعك بسمسم جزء لا يتجزأ من تراث القدس مصطفى العالمي أحد المسؤولين عن تنظيم المهرجان ببساطة نحن ننصر رسالي بسيطة للعالم كله الكعك هو رمز عن القدس القدس العربية طبعا هو بمثل ثقافة إنشئات على مدار السنين وهي ثقافة الكعك وشارك عدد من باعة الكعك بسمسم في المهرجان ساند أحلى الباعة وانطلقت الدائرة الأولى لمهرجان كعك القدس في عام 2011 وأصبح حدثا سنويا منذ ذلك الحين حكم هذه المشاكل تفكيرا لأبرز مجاء فيها الرئيس عدل منصور يدرم حدثات مع رئيس دولة الإمارات العربية في ثاني محطات جولته الخليجية أنها بتواصل تخطيق في أحداث الشهر بجامعة الأزهر ونجلس الوزراء يبحث لهم تعديلات قم من التضهر أصبح اشتباتات في مناطق متعددة من سوريا ومنظمة حضر الأسلحة الكيميائية تؤلم تدمير كبير الإنتاج المعلي من الأسلحة الكيميائية في سوريا ترجمة نانسي قنقر